السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس أربعة كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج الميزان طبعا القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في الميزان لغاية ظهر يوم الجمعة اللي هو يوم الغد الساعة 12 و39 دقيقة وعدها بنتقل لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 23 صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر بما انه موجود في برج الميزان فهذا هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الروابط العاطفية لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية في هاي الفترة احنا نشطين اكثر اجتماعيا ومن ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن الغيرة يعني يمكن هتلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في عملنا الفني ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة أو اعادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي بتدل على انه اصبح القمر نصف بدر الساعة ثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين يجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبيزيد من الصعوبات مع الجنس الاخر بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم هو انتقال المريخ اللي رح ينتقل اليوم من القوس للجدي رح ينتقل الساعة ثنتين وسبع وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ورح يضل بحركة امامية لغاية الساعة ستة واربع دقائق من صباح يوم ثلاثة اثنين طبعا انتقال المريخ من برج لاخر دايما بيحمل معاه شحنة من اعمال العنف والمواجهات قبل وبعد انتقاله وبتكون طبيعة البرج هي اللي بتتحكم اكثر بنوعية العنف عشان هيك هو الان رح يدخل لبرج ترابي يعني بمعنى اخر انه الفترة القادمة فترة مكوته في برج الجدي بتتسم الاحداث يعني بتركز على الامور الارضية والابنية والانهيارات الابنية القديمة او وقوع زلازل او انهيار مناجم او ما شابه ذلك يعني الامور الها علاقة بالاتر باكثر وبالبنايات وبالعمار وبالارض اشياء من هذا القبيل بالنسبة لموليد برج الجدي بيشعر خلال الفترة المذكورة بالحيوية والطاقة والجراءة والرغب الجنسية ولكن يعني ممكن يندفعوا في تصرفاتهم التفصيل الاكثر للحلقة هاي اللي هي المريخ وتاثيراتها على الابراج صارت موجودة على القناة فعشان هيك منصح الجميع انه يسمعوا لانها هاي تاثيراتها رح تكون يعني لمدة اربعين يوم فلازم انك تركزوا عليها بشكل جيد بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس اكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما نعمل عمليات جراحية كبرى ليلها عنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية هذا الوقت مناسب لهذه الأعضاء يعني مراجعات طبية فحصات تنظير أشياء من هذا القبيل ولكن مش عمليات جراحية كبرى يوصى بإجراء العمليات الجراحية الكبرى لباقي أعضاء الجسم مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش الجراحة التجميلية الكبرى يصلح هذا اليوم لي زالت الشعر الزايد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار رح يكون يوم الغد الجمعة بيبدأ خلو المسار الساعة 11 و40 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 12 و39 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 23 يوم الساعة 10 و30 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بيصير 24 يوم نسبة الإضاءة ساعة 12 منتصف الليل 43 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الان بنسبة 45 ساعة الظهر سعيدة بنسبة 15 ساعة المساء سعيدة بنسبة 45 القمر في الميزان حتى يوم 51 سعيد الان بنسبة 15 ساعة الصباح سعيدة بنسبة 30 عطارد في القاوس حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 50% الزهرة في القاوس حتى يوم 23-1 منتحس بنسبة 10% المريخ في القاوس وبدو ينتقل للجدي زي ما ذكرنا ورح يظل في الجدي ليوم 13-8 سعيد بنسبة 30% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% أما نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بينكو بين الأزواج ولكن بتكو تحاذروا من الخلافات وما الضخموا الأمور اليوم تبدو مرهف الإحساس متوتر شوي حساس زيادة عن اللزوم بسبب قلق ما فعشان هيك بدك تحاذر العدائي والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا شيء ممكن يثير النفور ما بينك وبين الأشخاص اللي بيتعاملوا معك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بدكو تنتبهوا لصحتكم كونوا منظمين احسنوا إدارة الوقت وإدارة عملكم وحاذروا من الجدال ما بينكو ما بين المعاونين أو ما بينكو بين زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم ولا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو طررت للعمل لساعات إضافية وحاول أنك تقوم بمهماتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم وتأثير القمر إيجابي عليك تشعر بالأمان والارتياح تغمرك العواطف الجياشة وانت جريه وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك في هاي الفترة ولكن بدون ما تفرض سلطتك على أحباك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية حاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفاهم الآخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تنشطوا بالسفر والاتصالات والامتحانات والنقاشات والحوارات ولكن شوي ممكن تكون حاد أو حساس زيادة عن اللزوم حاول أنك تتكلم بهدوء واضح وجهة نظرك تفادي لأي التباس محتمل الفترة هاي يعني ممكن يكون عندك امتحان أو يكون عندك نجاح فحاول أنك تركز على المفاوضات وكون جريء وملا أنه جهراتك ممكن تعطي نتائج مثمرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا التركيز بظل على الأمور المالية فعشان هيك بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ولكن حاولوا أنك تعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن يعني يحتاج أحد أحبائك لدعم مالي أو معنوي نظم أقصاتك وديونك وما تستخف بالفوتير الصغيرة وحاذر من المصاريف الاستشفائية أهم شيء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيقرأ تغيير للأفضل على صحتكم وبتجدوا حلول لمشاكلكم وبتكون مقدام وبتنطلق من جديد بأي اتجاه بعد تصحيح الأخطاء اللي كانت في الفترة الماضية تتغير نظرتك للحياة وبتحضر لتغيير أو تغيير يعني هيك ممكن تغير في نمطك أو في أسلوبك بتبدو متفائل وسعيد أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب فبدك تكون حذر وحكيم وحاذر من الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي هاي فترة ضاغطة شوي ممكن يكون فيها بعض الفشل أو خيبات الأمل بسبب وعد أحد الأشخاص بيوعدك فيه وبيخلف فيه يعتبر يوم صعب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتلتق الأصدقاء اليوم يعني كله رح يكون على الوضع الاجتماعي أكثر ممكن يتوجه لك دعوة لحيور حفلة أو مناسبة أو تتلقى عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن بك اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنجحوا اليوم في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بتنشغله في أمور تتعلق بسفر أو اتصال بعيد اطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية أو عائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أو اتحل مسائل تتعلق في بعض المسائل تتعلق بشخص خارج البلاد أهم مش إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية حاذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي كان ممكن تواجه قصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم لا تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا شكرا